السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد معكم كاري ماكت منا تكونوا باخر وعلى خير اليوم ما نشارك معكم بسكويرولي بأسهل طريقات طريقة ناشحة غير تبع معي المراحل ان شاء الله وحتى المقادر بسيطة يعني مشي شي مكونات لي هي غالية يعني تقريبا غير بعشرين درهم تقدروا توجدوها درولي هذا لكي يجي اكتر من رائع وكذلك بالنسبة للجينواز كتجي خفيفة وغير ثلاثة ديال بيطات فقط يعني مشي خمسة ديال بيطات شوفوا معي القاوم ديالو ك يجي رائع بزف كي يجي المدق ديالو رائع بالخصوص لعشاق الحامض لهو الليمون ممكن انكم تعملو اينك هبغيتو يعني مشي ضروري غير الليمون تابعوا الفيديو باش تتمعوا نصائح بخصوصا بالنسبة للجينواز ضروري اه تتمعوا نصائح بالخصوص ديال الفران لانه هي بسيطة ولكن طيب اهم حاجة انكم خصوصكم تتمعوا نصائح ديالو دوزو دبا المقادر وطريقة تحضر بسم الله على بركة الله غادي مدوفي المقادر ديال الجينواز هو اللويل غادي نحت تجلو تلتة ديال بيتات او تلتة ديال الحبات من البيض يكونوا خارج تلاجة ضروري ما يكونوا شيف تلاجة يكونوا خارج تلاجة جبدوهم من قبل صافي كما تلاحظوا الحجم ديالو متوسط غادي نضيفوا تلتة ديال معلقة ديال السكر سانيدة المقادر بالقرام غادي تجبروهم في صندوق الوصف صافي وغادي نطرب مزيان مزيان ضروري اهم حاجة يكون عندكم تطرب الكهربائي وبالنسبة للإناء يكون ما فيه شلمة نهائيا باش تطلع معكم هاد بيتات مع السكر هتكي كما تشوفوا معي يعني وحد خمسة ستاقائق يكون القاوم في حالة الشكل هادا كما تلاحظوا معي وغا نحتاجوا جوج معلقة ديال زيت النباتية مع جوج معلقة كبارين ديال الماء يعني جوج ديال زيت و جوج ديال الماء أنا غادي نعملوا في واحد الإناء وغادي نخلطوا مزيان مع بعضهم ومن بعد غادي نضيفهم مهم هاد المرحلة هاد ممكن توجدوها في الاول تخليوها على جانب باش ندوزوا دبا باش نخلطوا مع الخليط ديال البيض والسكر اللي عملنا في الاول اللي تطربنا في الاول صافي كما ت نجيما تلاحظوا في تنسبة الزيت والماء كي خلي واحد جانوز لي غادي تكون خفيفة بزاف صافي غادي نجيب الخاليط ديال البيض والسكر اللي غادي نمكن تشوفوا معي غد نكملوا بالاضطرب الكالي لي في المرحلة اللي غادي ننضيف الدقيق هي اللي غادي ننوا نتشاف ليانا اlymp scalar э одном طباء اي الحالك في المرحلة هاده غادي نكملوا تطرب وحنا كنضيفهمgie خاليط زيت والما كما تلاحظوا تنسى الكيمية اللي عندي مع انني عندي واحدة كيمية قليلة ولكن احتى هي كنضيفها للدفوعات صفي بعد ما قد انتهي قد نجيب الدقيق اللي هو الدقيق الابيض اللي هو الفرس او الفارينة كذلك قد نضيفه ثلاثة ديال معالق كبارين كما كتشوفوا معايا بالنسبة ديال كاكاو قد يتعملو جوج معالق ديال دقيق ومعلقة كبيرة مملوء ديال كاكاو عندي نوس معالقة صغيرة من خاميرات الحلوية اللي هي البيكل باوندر وضروري كنغرب له الدقيق وكنضيفه على دفوعات وكنخلطه في حالة الشكل هذا ملفوق الاسفل غرب شوية باش ميهبط لكم شي الخالط بالنسبة ديال الكاكاو انا غادي نزله من بعد ان شاء الله يعني نفس الفيديو خدمت جوج ديال جينوازات وحدة بالكاكاو وحدة عادية ديال فاني وكل جينواز خدمت بها يعني انكها خاصة بها صفي كما كتشوفوا هذا هو القاوم قد نضيفه الدقيق كمية بكمية اتاكن تحصلوا لهذا القاوم هذا جيبت السينية اللي غادي ندخل الفران ضروري تفرشوا لورقة طب سواء هاد السينية هادي او اي نوع ديال السينية عندي بالنسبة القياس 2-30 سنتيم على 25 سنتيم اذا كنتوا مثلا عندكم القياس شوية كبيرة على هذا قدي تجيكم جينوازة رقيقة يعني رقيقة شوية مشي مشكل تكون مثلا زايدة مثلا فيها 34 سنتيم على 26 سنتيم يعني هذا هو القياس اللي ممكن انكم يكون الطاوة ديالكم تكون كبيرة اما كتر من هاكدا قدي تجيكم رقيقة بزاف صافية كنحاول نساوي لوجه دياله والفران عندي سخون مزيان على اعلى درجة ضروري الفران في الاول يكون سخون مزيان والنار مش علامة لفوق او من الاسفل بعد ما كنموجد الجينواز كندخل الجينواز في الوسط كننقص درجة الحرارة 180 ولكن في الاول كتكون سخونة 10 دقايق بالحساب 10 دقايق كتكون طيبة ملفوق او من الاسفل شوفوا معي الجينواز كيفاش كتجي خفيفة كتلعب بها كيف ما بغيتي ما تخفمت شي حاجة ما كتتهرس ما كتتقطع ما كتوقع لهوالو وهنايا غادي نجيب غادي نروليها وغادي نخليها حتى غادي نبغي نخدم بها ضروري غادي تتروليها وتخليها بالنسبة للحشوة عندي الكريمة السائلة او تستعملوا الكريم شونتيي عملوا الحشوة اللي بغيتو انا غادي نستعمل كاس فقط كما كتشوفوا معي كاس كيوزن 200 ميلي والكريمة تكون باردة ضروري الكريمة تكون باردة اذا استعملتو الشونتيي غادي تعملوا العلبة دي الشونتيي مع كاس دي الحليب فقط هو الحليب يكون بارد جدا وكتخدموا بهذه الطريقة ضروري كتطربوا الكريمة دي لكم حتى كتعقد هنا ممكن انكم تضيدوا لغم دي الليمون او الحامض او اين كها بغيتو اتنك هو هاد الكريمة هادي صفي الجينواز كيما كتشوفوا معايا هاده هاده هو الشكل دياله متخافوشي منه لانك تكون روليتوها من قبل يعني من بعد كتخدموا بها عادي صفي وكنوضعوا الكريمة هنا تقريبا كنوضعوا واحدة الكمية دي الكريمة كنخلي تقريبا واحدة الربعة الكمية باش كنزين بها من فوق والباقي كنعملوا فسط هاده فسط الجينواز بالنسبة الفرن ديال الغازحته هو كنسخلوا الفرن زيان 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 من بعد كننقصوا النار كتكون متوسطة كنعملوا الطاوة في الفوق النار غيب في الاسفل فقط كما قدكم عشر دقايق الجينواز ما كتتعطرش في الطيام إذا خليتوها كتر من القيص دياله ما كنشي الفرن سخون بزيف غادي تقصح لكم يعني مباشرة غادي تقصح لكم صفي كما كتشوفو هنا بعد ما روليتها غادي نعاود نروليها باش بورق الطبخ وغادي نخليها أنا خليتها ليلة كاملة مشي ضروري أنا كنتخليوها ليلة كاملة أنا علاش قدلكم خليتها ليلة كاملة لأن ما كنشي عندي الوقت خليتة الغداء عاد كملت لها تزيين ديالة كما كتشوفو هنا يرا عندي مجمدة انتوما ممكن تخليوها في المجمد واحد نصف ساعة فقط وتخدمو بيها يعني اللي مثلا مزروبة أنا صراحة كان الوقت يعني ضيق كان تقريبا اللي غادي تطيح بالنسبة لتصور ما غاديش يبقى ليلة وقت لأنا ضروري في الآخر خسني الشكل نهائي كيكون تحت ضلم ما كيبقى شي تصور مزيان بالنسبة للي يعني السيدة اللي غادي تخدم في البيت ديالة كما قدكم واحد نصف ساعة في المجمد باش تقبط فراسة مزيان صافي من بعد كتديينة بالكريمة اللي بقتلكم في حالة شكل هدا وتزينك يبقى اختياري ثم ممكن تعملوا ناكه اللي عملت أنا ديال الليمون اللي هو الحامض بالنسبة لناكهات عملوا اين كهبغيتو ما بغيتوش يتعملوا ديك ناكهات ممكن تزينوها بالفرمي السلح وبيبات تزينوها باللوز ايفيلي او الكوكو كونكسي المهم اللي كان عندكم في البيت ديالكم ممكن تزينو به هنا عندي نصف كس ديال السكر هنا عندي واحد معلقة صغيرة من ناشا ميزينة مهم اي كس خدمتو به كتخدمو به السكر والماء عندي لاغوم ديال الليمون اللي هو الحامض عندي كما كتشوفو أنا عملت النص معلقة صغيرة لانا في الاخر انا زيت هاد ناكهات هادو متوفرين يعني في جميع المحلات كين بزاف ديالنكهات كين ديال الليمون كين ديال البستاج كين ديال فريسة كين بزاف دنكهات وكتبع غير خمسة درهم وكتبقى لكم واحد المدة طويلة في التلاجة ما كيوقع على التحاجة في الاول كنخلط كل شي ضروري يكون المبارد كنخلط مزيانة عاد كنوضعه فوق النار حتى كي بدأ يغلي الخالط انتو ما غادي تشوفوا معايا من بعد كنحيدو كنوضعه في واحد زليفة حتى كيدفا ضروري يغسو يكون دافي ما غسوش يكون بار سخون بزاف لانا يلعملنها سخون فوق الكريمة غادي دوب من الكريمة صافي غادي نوضعه بزلافة وغادي نخليه يعني بلما تغتيوه غادي قد تخليه في المطبخ واحد نسو ساعد المقانة غادي يدفع اعاد غادي تخدمو به صافي كما كتشوفوا بالنسبة للرولي ها هو هنا مباشرة غادي نفرغ هادك الخالط اللي وجدنا كنوضعوه الطبقة الاولى وهذاك الخالط اللي كي هبط في الاسفل كنعاودو نعمله في الايناء في زلافة عفوا ونعاودو نخدمو به المرة التانية او المرة التالتة حتى كي قبض فراسو صافي يعني المرة التالتة انا خدمتو ثلاثة المرات كيم ما كتشوفوا هادك الخالط اللي كي هبط كنعاودو نعمله في زلافة ونعاود نزين بهم الفوقي صافي تكن تحصلوا على واحد الشكل هي كيكون متساوي صافي هنايا بعد مساليت غادي نحييد هادوك الاطراف اللي كيكونوا في الجوانب كيم ما كتلاحظو باش نفيني الرولي كيم ما كتلاحظو معايا يعني الرولي كي يجي مفيني كي يجي مقاد كنقطعو من الجوج دي الجواني باش كي يجي مفيني كيم ما أخذكم بالنسبة للتزين كي يبقى اختياري بقتلي واحد الكيمية دي الكريمة عملتها في البوش وزينت بها بها الطريقة هادي يعني كندي وكنجي بحالة الشكل هادا وبالنسبة للتزين كي ما أخذلكم كي بقى دائما اختياري ممكن قامت تعملوا هاد طبقة دي السطخ ممكن تزينوها غي هكذا بالكريمة كافية لان التزين دائما كي بقاش حاجة لي هي مش ضرورية مية فهمية بالخصوص اذا كنتوا مثلا غادي تعملوا غي الاطفال ديلكم واي سيدة كتزين بدكشي لي عنده في الضر صافي هنا يا جيبت واحد الحبت دي الليمون قطعتم بحالة الشكل هادا غادي نزينو بحبوب الخشخش اللي هو البافو انتم ما غادي تشوفوا معايا غيباش يفتح لي اللون دي هادا الرولي صافي بالنسبة للتزين دائما كنقوه لون عودة ما تلتزموه شي بدك شي لك نزين به انا ومن بعد نطلقوه مع الشكل نهائي صافي كما كتشوفوا معايا بدلت المكان باش نوريكم يكون واضح لانا الارضيك حلاكة تعطي واحد لمعة رائعة بالخصوص هاد اللون هادا اللي هو اللون الاصفر يعني كي جيباي وواضح كان هدا هو الشكل نهائي كما كتشوفوا انا غادي نقطع معاكم واحد القطعة كما لحتوا معايا يعني شي حاجة اللي هي بسيطة ممكن توجدوها يعني في اخر ساعة ممكن توجدوها كما قلتكم مشي ضروري تضعو في المجمد ليلة كاملة يعني لحسب الوقت ديالكم انتم صافي كما كتشوفوا انا غادي نوريكم حتل قوام ديال الجنواز كتجي خفيفة رائعة بالزف وحل ما دقلي هو صراحة رائع وخال المكوينة بسيطة يعني مشي شي حاجة اللي هي مكل ولكن كتحسوا بلانكم كتكلوا شي حاجة اللي هي ديال المخبزات الكبرى وغير في البيت ديالكم تفرحوا بيها ولدتكم وعائلتكم هنا قد ينكون وصلنا اخر فيديو الى اللقاء مع وصفة اخرى ان شاء الله مع السلامة شكرا